بسم الله الرحمن الرحيم في السنوات السابقة استخدم العالم الوقود الأحفوري اللي هو من أنواع الطاقة غير المتجددة واستخدام هذا النوع من الوقود سبب التلوث هائل في الغلاف الجوي وذلك نتيجة الغازات الناتجة عن هذا الوقود مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وبدأ مخزون هذا الوقود الأحفوري من نفاذ هذا جعل العلماء يفكرون ببداء الأخرى لإيجاد الطاقة من هنا جاء التفكير باستخدام الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة السبب في استخدام هذا النوع من الطاقة أن هذا النوع لا ينفذ ولا يلوث البيئة كما أنه متوفر بكثرة من أنواع الطاقة المتجددة طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة الماء الطاقة الشمسية تعد الشمس المصدر الرئيسي لجميع الكائنات الحية على صدح الأرض تخزن الطاقة الشمسية عن طريق عملية البناء الضوئي التي تقوم فيها النباتات تقوم الكائنات الأخرى مثل الإنسان والحيوان بتناول هذا الغذاء ويحرر الطاقة من الغذاء عن طريق عملية التنفس حيث تعمل على حرق الغذاء وإعادة الماء وثاني أكسيد الكربون إلى الجو ما هي أشكال الطاقة الشمسية؟ استخدمت الطاقة الشمسية منذ زمن في تسخين المياه عن طريق السخنات الشمسية كما تستخدم حالياً الخلايا الشمسية التي تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تخزنها في بطاريات خاصة لاستخدامها أثناء غياب الشمس أهم استخدامات الطاقة الشمسية التي هي في بعض السيارات تستخدم تستخدم في ضخ المياه من الآبار في تزويد البيوت ومراكز أمن الحدود ومراكز الاتصالات والطرق بالإنارة كما تستخدم في التدفئة في بعض المنازل تكثر الخلايا الشمسية في جنوب وشرق الأردن وذلك بسبب كثرة الإشعاع الشمسي في هذه المناطق طبعاً أهم إيجابياتها مثل أهم الإيجابيات اللي هي أنه لا ينفذ ولا يتلوث البيئة لكن أهم السلبيات أنه غير متوفرة على مدار اليوم أو مدار العام فهي غير موجودة في الليل وفي الشتاء يقل الإشعاع الشمسي بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني من مصادر الطاقة المتجددة وهو طاقة الرياح الرياح تعرف بأنها هي الهواء متحرك لذلك فهي تمتلك طاقة حركية وكلما زادت سرعة الرياح زادت الطاقة الحركية استخدمت قديماً في تحريك السفن وفي طواحين الهواء اللي هي استخدمت لطحن الحبوب أما حديثاً فاستخدمت طاقة الرياح لتوليد الكهرباء التي تضيء المنازل والموانئ البحرية وعلى الحدود، مراكز الحدود كيف تولد الطاقة الكهربائية من هذه المراوح؟ توصل المراوح الهوائية المتحركة بمولدات تنتج الطاقة الكهربائية أي تحول الطاقة الكهربائية، الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية أقيم أول مشروع لاستخدام الرياح بالأردن في منطقة الطفيلة لأن سرعة الرياح في هذه المنطقة عالية جداً ومن المناطق التي تتميز بسرعة الرياح الكبيرة في الأردن منطقة الشوبك في محافظة الكرك ومنطقة حوبة في شمال أربد من سلبيات هذه الطاقة هي عدم ثبات سرعة الرياح ولذلك عندما تقل سرعة الرياح تقل كمية الطاقة الكهربائية المتولدة النوع الثالث من أنواع الطاقة المتجددة وهي طاقة المياه تسمى أيضاً بالطاقة الكهرومائية أي الطاقة الناتجة عن تدفق المياه وسقوطها يحتاج توليد الكهرباء من الطاقة المائية إلى وجود مصدر دائم للمياه الجارية مثل الأنهار أو السدود أو الجداول كيف تتولد الطاقة الكهرومائية من الماء؟ عندما يسقط الماء من الأعلى فإنه يحرك توربينات موصولة بمولدات كهربائية هذه التوربينات عندما تتحرك فإن المولدات الكهربائية تحول الطاقة الحركية للتوربينات إلى طاقة كهربائية من إجابيات هذا النوع من الطاقة أن توليد الطاقة يستمر على مدار الساعة كما أنها غير ملوثة وقليلة التكلفة